اكدت وزارة الصحة على همية التعاون والمشاركة من جميع افراد المجتمع خلال المرحلة الحالية لدعم الجهود الوطنية الرامية الى مواجهة جائحة كورونا والحد من انتشاره والتي لها عظيم الاثر في تحقيق الاهداف المنشودة مشيدة بكفة افراد المجتمع المشاركين في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح لعلاج فيروس كورونا ومدرتهم من اجل الانسانية واكدت ان التطوع في التجارب يدعم الجهود الهادفة الى تطوير لقاح امن وفعال يحمي المجتمع والانسانية واكدت الوزارة ان هناك اقبالا من المتطوعين في مملكة البحرين بشكل لافت على التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من لقاح فيروس كورونا كوفيد 19 غير النشط حيث تلقى اكثر من 3000 متطوع من مختلف الجنسيات جرعة اللقاح منذ بدء انطلاق التجارب في اغسطس الماضي مبينة بان العمل يسير على قدم وساق في مركز الفحص بارض المعارض والمؤتمرات لتلقي مشاركة اكبر عدد من الافراد والانضمام لحملة من اجل الانسانية بعد مرور شهر من مشاركة البحرين في المرحلة الثالثة لتجارب السريرية على لقاح معطل للفيروس بالتعاون مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وابينت الوزارة بان الاقبال على المشاركة قد شمل مختلف افراد المجتمع مشيدة بمشاركة الكوادر الطبية والتمريضية والادارية بالقطاع الصحي في هذه التجربة حيث تلقى المتطوعون فحصات طبية منتظمة الى جانب كامل الدعم اللازم لرصد وضمان سلامتهم وتأتي تجربة البحرين لتوازي التجربة بالشقيق الامارات حيث سيتم اجراء التجارب السريرية على ستة الاف متطوع ومتطوعة من المواطنين والمقيمين على ارض المملكة وجددت الصحة دعوتها للبالغين من العمر فوق ثمانية عشر عاما للمشاركة في عملية التطوع من خلال التوجه مباشرة لمركز التجارب السريرية في ارض المعارض والمؤتمرات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء كل يوم حيث انهما يزال باب التطوع مفتوح وان الفريق الطبي يقوم بمتابعة المتقدمين من المتطوعين للترتيب حول آلية خضوعهم لعملية التقييم الصحية قبل الانضمام الى التجارب السريرية للقاح بحسب البروتوكول المعتمد ويعد اللقاح المحتمل الذي تشارك مملكة البحرين في المرحلة الثالثة من تجاربه السريرية لقاحا مدرجا تحت مظلة منظمة الصحة العالمية وهو لقاح المعطل بمعنى انه خامل وليسبب الاصابة بالفيروس وانما يسهم في صنع الاجسام المضادة للفيروس وبالتالي تحفيز مناعة الجسم لمقاومة الاصابة